معك الدكتور محمد العبراني بخفزة كانت هناك إشارة إلى دور القطاع الخاص في هذه التنمية ما الدور الذي لعبه حتى الآن وكيف يجب أن يكون دوره في المقبل من الأيام قبل أن تفعل في هذا السؤال بالنسبة تفعل مع الزامل الروماني حول الأنبوب لأن في الخطاب المالكي هناك حديث عن كون أنه مشروع مهيكل ولكن كذلك هو من أجل الاندماج والسلام يجب أن لا نختزل في الحقيقة مسألة الأنبوب باعتباره النقل فقط للغاز من الجرية نحو المغرب وبعده نحو إفراقيا لأن ما يطبعته المنطقة هناك خلافات كثيرة جدا هناك صراعات هناك خلاف حول الحدود هناك نزاعات كبيرة هناك مآسي إنسانية دكتور بالفعل فبالتالي عندما نتحدث عن مشروع وحدوي كهذا فهو ليس مشروعا سهلا بسيطا يمكن ينجازه هو يحتاج إلى تمويلات لا نفكر في الجوانب المادي بقدر ما يجب أن نفكر في جوانب أخرى التي أعتبرها أكثر أهمية لأن كيف ستنجيز مشروعا يمر عبر حدود مجموعة من الدول لو لا أن هناك فاعل قادر على أن يخلق نوع من التفاهمات والتوافقات حول أهمية هذا المشروع لذلك فلنتذكر الخلاف ما بين موريطانيا والسينيغال ليس ببعيد الدول التي سيمر منها هذا الأنبوب هي الدول متمسكة بحدودها متمسكة بخصوصيتها إلى غير ذلك فيأتي مشروع من هذا الحجم ليجمع بينها ويخلق الوحدة بينها لأن هذا المشروع ربما قد أقول قد يكون له ما بعده في العلاقة ما بين هذه الدول التي قد تتجه حتى الاندماج لماذا؟ لأن الطاقة حاليا محورية في العلاقات ما بين الدول لم تعود مسألة الدولة الآن ربما النموذج الأوروبي خير دليل على ذلك لا يمكن لدولة واحدة أن تنعم بالأمن والاستقرار بدون طلب المساعدة من الدول الأخرى لأن المسألة أساسية عندما نتحدث عن الأنبوب نتحدث عن الكهرباء بالنسبة لهذا الأنبوب الأنبوب الغاز وليس فقط طاقة عادية بل يجب أن نفهم أن الأمر يتعلق بالكهرباء عندما يتعلق الأمر بالكهرباء سيكون هناك تحلية المياه لأن كل هذه الدول هي دول ساحلية أولا عندما نقول 13 دولة ساحلية ساحلية فبالتالي أنها كلها تعاني من مسألة تغييرات المناخية إذن فستكون هناك حاجة إلى تحلية المياه تحلية المياه تحتاج إلى الكهرباء الكهرباء بكل فغالية لا يمكن الاتجاه نحو هذه الكهرباء إذن فوجود هذا الأنبوب سيساعد هذه الدول على أن تكون لها الطاقة التي تسمح لها ثم تحول نحو الصناعة هذه الدول عندما يكون الكهرباء موجود بثمن معقول ستستطيع التحول نحو الصناعة وخاصة الصناعات الحديثة إذن فهذه التحولات التي قد تطرأ بمجرد إنجاز مشروع بهذا الحجم ربما هنا نفهم المعنى الاستراتيجي من الكلام في جلال المالك عندما قال أنه ليس فقط مرتبط بنقل الغاز ولكنه مشروع مهيكل ومن أجل الاندماج والسلام ترجمة نانسي قنقر